وإلى خبر صار من وزارة الصناعة والتجارة حيث علن المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2018 مسجلة 6 مليارات و 324 مليون دولار مقابل 5 مليارات و 520 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنسبة زيادة بلغت 15% أضاف قبيل أن الزيادة التي حققت الصادرات المصرية للأسواق الخارجية أسهمت في تحقيق نمو في حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 21 مليار و 265 مليون دولار بالمقارنة بحوالي 19 مليار و 520 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 9% أشرت أيضا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد أيضا تحسنا ملحوظا بلغ 2%